الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام أمة واحدة وكتابها واحدة وكبلتها واحدة وهو الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فاعبدوني وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأسهابه أجمعين وهو القائل في حديث الشريط إن الله تعالى رضي لكم ثلاثة ويكرأ لكم ثلاثة فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشرقوا به شيئا وأن تعتسموا بحق لله جميعا ولا تفرقوا ويكرأ لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال وعلى آله وصابه أجمعين ثم عمار عم ويا عباد الله ابتكوا الله حق تقاتلي وعلموا أن الراحة لا تنال إلا بتكواره وأخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون عباد الله إن الإسلام دين التوحيد ودين الاتحاد ودين الوحدة الدين الذي لا يعرف التفريق ولا يدعو إليه تبقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عاداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار وأنقذكم منها كذا لك يبايدنوا موه لكم آياته لعلكم تحتلون صدق الله أبو العظيم فأصبحتنا فأصبحتنا صدق الله أبو العظيم فأصبحتنا من أنقصوا مهو الإنسان فأصبحتنا من النار وأنقصت لسفواري وأنقصوا اكتباء فأصبحتنا فأصبحتنا أنقصوا. فأصبحتنا مرات بسترّيب مزر و مكتباتون سعادة وغسينحت كلمات من أبدء الإرهاد وبرقات العدس الاتحى الأنسال لصدمتك من أجل لذا فالله سوء الأمر منه ملتك لذلك تتقل أن تباني و安ن الله بداً قال الله سبحانه وتعالى في نفس الكتاب الكريم وعطيعوا الله وسوله ولا تنانزعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى في نفس الكتاب 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 وقال الله سألانه وتعالى في نفس الكتاب ديس بلغة مصفوة منهم، ترى أنهم بغواناً وفرقاً في أسرع لأماني الله إبان الله إِنَّ الْإِسْلَامُ قُنِيَانٌ فَنَاءُ اللَّهُ لِلْتَوْهِدِ سُبُفُ الْمُسْلِمِينَ لِهَذَا يَقُولُ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثَ عَلِيَةَ مُوسَى الْأَشْعَالُ رضي الله عنه قال نبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِ كَالْبُ نِيَانِ يَشُدُّ بَعْدُهُمْ بَعْضًا وَشَبَّكَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَصَبِعُهُ The believers is the believers like part of a clergy. Each one of them supporting the others. O you believe, do not envy one another and do not inflate prices for one another. Do not hate one another and do not turn away from one another. But rather be slaves of all knights and brothers among yourselves. It is not lawful for a Muslim to decide or stop talking to his brother as a Muslim beyond three nights. إِنَّ الْإِتْحَالَ سَبِيلُ النَّجَاةِ فَاتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا مِنْ بَالِ مَا جَاءَكُمَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِنَّ الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُ اللهم أَرِنَا الْحَقُّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاءَهُ وَارْزَقْنَا فَاتِنًا فَاتِنًا وَارْزُقْنَا الشِّنَابَاً وَاجْأَلْنَا إِبَادَكَا الْمُوَاحِدِينَ آمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتكين ولا عضوانا إلا على الظالمين صلاة وصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين أحيوا على سلاته على مردها lastly I want to use the unique opportunity to advise my fellow Muslim brother and sister to be more united considerate and be your brother's keeper let us regard ourselves as an inseparable entity and let us manage our differences and disparities in order to allow peace to reign within our society and beyond all praise are due to Almighty Allah I praise him with the best of praises and the peace and blessing being upon the noble prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم I advise you slayers of Allah and myself with the piety of Almighty Allah we must have taqwa that is taqwa Allah subhanahu wa ta'ala in our minds and in all our activities Ibadallah inna habbal kalami illa Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdihi according to the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم the most belong speech to Almighty Allah as the prophet said the word likely most by Allah and glory be to Allah and to him his due praise that is subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala the weight of the tasbih is heavy upon the scale and acquire forgiveness from the most merciful that is subhanahu wa ta'ala all God and sisters in Islam I see this opportunity to pray to all my ta'ala to accept our Ibadah may it grant us his mercy and forgiveness in this dunya and hereafter inna Allah ya'mur bil adli wal ikhsan wa ii ta'idil qurba wa yanha anil fa'ashai wal munkari wal bagi ya'izukum la'anlakum tadakkaroon Rabbana ta'ubb'al minna innaka anta al-sani'u al-alim wa tub'alina ya maulana innaka anta al-kawabu rahim wahdina wafikna ilal haqq wa ila siratika al-mustakim ibarakati man al-sani'u 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 al-alamin reassipuni ... ... ... ... اشتركوا في القناة